نقطة لها الصلب اللي احنا قلناه ده نقطة مهنية شوية اللي أسيرت حوالين الصحفي وإفشاء مصدره وكهرباء ومسيماني والكلام ده كله يا جماعة الأمور أسهل وأبسط من كده بكتير جدا المؤتمر الصحفي مخصص لمباراة أنا أتمنى أن كل الزمل اللي بيحضروا المؤتمرات الصحفية وكل المدربين اللي بيجاوبوا للصحفيين المؤتمر خاص بالمباراة إذا كان فيه سؤالين ثلاثة أربعة خاصين فهم خاصين بتحليل المباراة لكن لو حنقدر نفتح قاعات المؤتمرات بتاعة المباريات لتحليل بقى أحوال كل فريق ومين بيلعب ومين ما بيلعبش لا كل الصحفي عايز يعمل تحقيق مالوش دعب المباراة عايز التحقيق يخص مسألة عنده فيقولك معلومات ويجرجرك ويخليك تتكلم في أمور يعني أنا موفق على الكلام اللي أنت قلته بس عايز أضيف حاجة ليس من اللائق الإفساح عن المنظر ليس من المطلوب وإلا إذا عملتها لا تلومنى إلا نفسك لما حدش قالك حاجة إذا كان حد قالك لأن حنتصور أن الكهرباء ما قال شي وحنتصور من الكهرباء قال عشان نقفل الملف ده لأنه أبسط قوي مما يريد أن يروج له لدرجة أحد الأهلوية الذين يتحدثون من منابيرهم بيقولك أيام كهرباء باتت معدودة أو هكذا يتمنى أو يروج طيب الأول هالكهرباء قاله ما قال شي كهرباء قال أنا ما قلتش ببساطة شديدة وده احتمال موجود أن الصحفي يكون يعني عايز بقى يخلص من محاصرة موسيماني الكلام ده جبته منين الكلام ده جبته منين قاله واحد من أصحاب قاله أول مقربين لكهرباء صديق الكهرباء حنتصور أنه أنه ده حصل ممكن بمنتهى حسن النية أبقى قاعد وصحابي قوليه هو أنت مش هتلعب مش هنشوفك بقى ده أنت عامل ماتش كويس قوي هو أنت مش هتلعب ماتش الجاي يا جماعة يعني أنا عايز ممكن يقول لهم مفيش مشكلة خالص ده الراجل قال لي هتلعب ده الراجل قال لي أنا مبسوط منك وحجيلك تلعب بس الكلام إيجابي جدا مش مسألة إيجابي هذا ليوش سرا لأن هذا مقالهم موسيماني تحديدا في المؤتمر لما سألوه قال لهم أنا حدي الفرص لجميع أنا وعدت كل اللعبين تلعب فهذا ليس الشاء يعني تعرف هو لو غضبان ويطلع كلام بتألف قاعدة خاصة يعني ينقل الغضب والمشكلة هم ما بينقلش مشكلة ده بينقل الحل يعني هو فيه حسن نية قد يكون أنا مش موافق على الكلام ده أنه سيب الكلام اللي في الحجرات في الحجرات حتى لو إيجابي وأعتقد أن الدرس كل الناس بما فيهم حتى موسيماني أنه أنا متأكد أنه هو مش هيستدرج في الإعلام أنه ياخد ودي زيادة على لزوم فيما لا يخص المباراة ده كل يا جوسي كان بيعام كده سألوني في المباراة طب فلان ملعبش اللي دي حاجة تخصني إنه مع نفسه ويعرف كلمته دي ما تبقى وردي في كل الأحوال إحنا بنشجع الآلي نشجع كل ما يدافع عن ألوان الآلة موسيقى موسيقى موسيقى